السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم حبيبي عاملين ايه وحشتوني وحشتوني حبيبي في الله نسمي الله ونصلي على رسول الله عليها افضل صلاة والسلام حبيبي يا رسول الله يلا بنا نجيب يا ميش رمضان كل سنة وانت طيبين لسه بدر يا نور لا مش لسه بدر انا بجيب من عندي كاجو بس هو لسه ما نزلش الحاجة عشان كده ما صورتش جوا ما عندوش غير الحاجات اللي عندو كو اعلى طول لكن لسه المشمشية والقرسية والكلام ده كله والتين وكده لسه ما نزلش ليه ما نزلتش الحاجة يا عم الحاج قال التجار قفلين على حاجتهم مش عايزين يدونا كل شوية ننتسل بهم ميردوش يدونا مستنيين الاسعار لما تزيد ربنا يسطر علينا وعلى حبيبنا يا رب وانا كنت مسجلة الصوت ده بصوتي عالطبيعة بس لقيت الصوت واطي فروحت اسجلته تاني رحت عند اخي ساعة وروحت عندي سيدي ماركت وروحت عندي كاجو واول حاجة جبت الاستريبس ده اول انبارح انا جبتي كيس فلاقيته حلو وجربته فرجحت عشان اجيب تاني بصراحة فراخ فراخ مش معجون لأ فراخ فراخ انا استغربت عشان سعره حلو وقلت اجربه الاول سعره كام يا نور بمية وتلاتين جنيه كيلو كيلو صافي بمية وتلاتين جنيه حلو خالص على فكرة يعني وفيه حار وفيه بارد احنا بنحب الحار جبتي ايه تاني جبتي سامبوسة عشان رمضان طبعا فالحاجة اللي تقابلني تنفع لرمضان فهاشلها الرمضان ادي السامبوسة بتاعتنا جبت نوعين مختلفين عشان اجرب دي واجرب دي هي الحامرة دي انا جربت قبل كده حلوة بكام انا ما سألتش على السعر لان انا ما كنتش مركزة غير على الحاجات اللي هي الاساسيات فجبتي سامنة فئة زبدة فرن كانت بمية وعشر رحت لقيتها بمية خمسة وتلاتين عند اخر ساعة وما يديكيش غير كيلو واحد بس رحت سيدي ماركت لقيتها بمية وعشرين يعني بص الفرق الكيلو فيه خمستاشر جنيه حرم ولا حلال الناس كلها بقت تبيع من دماغها جدعان وحيط ربنا ما فيش ركابة على الاسعار واحنا اللي مظلومين في الرجلين ما علينا جبت خمسة كيلو طبعا عشان احنا دخلين كل سنة ومتطيبين على رمضان وطبعا ايه فيه حلويات رمضان وفيه خبيز العيد وفي نفس الوقت الاسعار هتغلى فالحاجة عندي في البيت هتبقى ايه اوفر انا لما قلت لكم شيلوا حاجة رمضان قابليها بشهرين فايه كان معايا حق الحاجة كلها زادت هي دلوقتي فانا نفدت بالحاجة اللي انا جبتها قبل كده السكر والشاي والزيت والرز جبت سمنة الكابر دي بمية واربعين والاصيل بمية وخمس الاصيل قابليها بيوم جايباها بمية وعشرين تخيلوا سواد الليل تزيد تلاتين جنيه العلبة الحمد لله ما بقدناش حاجة غير نقولي الحمد لله زيت هانا دي دوت اه اتنين كيلو وربع بمتين وعشرة بمتين وعشرة وانا كنت جايبة الخمسة كيلو الشهر اللي فات بمتين خمسة وتمانين الشهر ايه ده الخمسة كيلو بربعمية جنيه شايفين الفرق؟ علبة الصلصة ديت بعشرين جنيه عاملين عليها عرض ده كانت بخمسة وعشرين الخل انا معرفش الخل بصراحة بكام برضو ما سألتش ودي جبنة بتعمل رومي ودي جبنة كيري بتعمل اشطة بواحد وتلاتين الربع وده عصير آآ لبن بالكرامل بآ بحداشر جنيه الواحدة ربنا يرحمنا برحمته يا رب يا رب وده نزلي ايديك عشانان انا مش شايفة انتم شايفيني ازاي؟ ده باكن بودر ما سألتش برضو انا جايبة من بره بستة ونص ما مش عارفة عندهم هم بكام ودي بقيت الزبدة عشان جبت قلتلكم خمسة كيلو طبعا انا بجيب الحاجة بتاعة العيد مع الحاجة بتاعة رمضان مع حاجة الشهر يعني لسه باقي شهر واسبوع على رمضان وحاجة رمضان وحاجة الخبيث كله مع وعدي لان في رمضان ظروف شغلنا ما تسمحش ان انا اجيب حاجة ولا حتى الحاج والاولاد يجيبوا لي حاجة فعشان كده بحاول اجيب حاجة يكون لها قبل رمضان ودي تونة بواحد واربعين جنيه العلبة التونة اللي كنا بنجيبها بكام يا جدعان بعشرين وكانت باتناشر يا ربنا يعننا ربنا يعننا ويعنكم يا رب ربنا يسطر كل ام وكل اب قدام عيالهم يا رب ده ملح نور طبعا انا كنت عايزة شوال بس ما لقيتش لقيتهم مفكينوا كله على الرف ولو طلبت شوال لسه كان هينزل يجيب لي من مغزة فاخدت الخامسة ديش ما كانش عندي ملح في البيت بس جبتي شوال من من سيدي ماركت لما روحت بعد كده يعني الملح ما بيخسرش يا جماعة والباح الساعة بيحتاج شوية ملح يعني ما بلاقيش حد يطلع يجيب له من الصبر ماركت من بره يعني ودي قلبي السامنة تاني بنت الأكابر وانا كل سنة بعمل خبيث العيد بسامنة بلدي السنة دي لو طلنا سامنة معدرجة هنحمد ربنا ولا كيسة دي ايه كيسة دي اللي كان بطمنتاشر وصل تلاتين جنيه وخمسة وتلاتين جنيه النوع اللي انا بجيبه ما جبتش بصراح بصراحة ما جبتش لما لقيته نط النطة دي قلت عندي واستنى يمكن السايب على ايه ارخص اجيبه انا اولى باي سعر فرق بصراحة في الايام اللي احنا فيها دي ده ملح بونو فجبته برضو الشوال دوت بواحد واربعين جنيه الكيس الكبير عشان هو في منه كيس كبير وكيس زغير ده طبق ايه بقى ورينك كده مش شايف انا ده مرتى مرتى بخمسة وتلاتين جنيه ربع دي حلوة تحنية بسبعة وعشرين جنيه الطبق ده هي الحاجات دي بتبقى جهزة جوة التلجة فانا باخدها وريني ده سلامي بواحد وعشرين جنيه الطبق وده ايه تاني وريني وريني انا شوف وريني حاجة دي جبنة فلمانك دي بسترمة بخمسين جنيه دي الجبن اللي انا جبتها وجبت شوالين ربصه الشوال بمية خمسة واربعين جنيه علشان انا الشوال ده عشرة كيلو عشان غسلت فول اوتوماتيك آآ الشوال عشرة كيلو بياخد معي شهرين وممكن يعدي الشهرين فكده هحتاج برضو ايه في رمضان وانتو عارفين غسل السجاد وغسل مش عارف ايه والكلام ده كله فجبت شوال برضو احتياطي عشان لو احتاجت ما يكون موجود عندي وده بقى اليميش بتاع رمضان اللي انا لقيته وينفع اجيبه فجبته جبت كريز وجبت آآ شوكولاتة شيبس وجبت فرماسيلة اللي هي الرفيعة البيل دي قال الزيت بيل ما تذكرش يعني ما بحبش اللي هي الطويلة اللي فرماسيلة دي تقرمش دي جامد لأ التلاتة دول بسبعة وعشرين جنيه جبت الشوكولاتة البيضة بتلاتين جنيه ده ربع جوز هند بس مش عارفة بكام وده ربع سوداني بالكيلو بميت جنيه الكيلو بميت جنيه السوداني عشان اسألت عليه السنة اللي فاتت كان بتمانين السنة دي بمية والله اعلم على رمضان هيبقى بكام فاللي معاها فلوس تروح بسرعة جيب الحاجات اللي هي محتاجها عشان الاسعار كل ساعة في زيادة مش كل يوم وده زبيب برضو جبت ربع جبت اربع عندي في الفريصل قاعد عندي من السنة اللي فاتت فكملت وعندي خروب من السنة اللي فاتت برضو فاللي عندي هقضي بيه بصراحة يعني على قد الحافك مدد رجليك فايه كل واحد يمشي على قده جماعة ودية آآ بديل نوتيلا سما حلوة خالص بمية خمسة وستين البرتموندا كيلو فكل واحد اللي معاه يروح يجيب سلع ويشيلها احسن من الفلوس انا اعطي لكم الكلام ده من بدري فاللي نفت بحاجة نفتها جماعة والخزين برضو الخضار كتير في السوق وانتي راجع كده هاتلك نص كيلو بزلة نص كيلو جزر نص كيلو برطقان ايو نص كيلو برطقان هعمل لك شفشقات دي كده في رمضان واضطر على قلبك وعلى قلب عيالك ايوة طبعا لازم نمشي نفسنا باقل الميكانيات الحمد لله الشتاء جاي في الشتاء الشتاء جاي في الشتاء الرمضان جاي في الشتاء والبرطقان هيبقى حلو والفراولة والكلام ده كله بس وانتي راجع من السوقفات معاك لو عشر جنيه هتجيبها اي حاجة وترميها في الفرزة اللي هتنسيها لكن لو راجحتي بالعشر جنيه في البيت ابنك ولا بنتك هتقولك هاتي يا ماما جيب شبسي هتجيب لها كيش تبسي بالعشر جنيه ربنا يعينا ويعينكم يا رب كده وربنا يسطركم ويسطرنا ويا رب يسطر كل ام وكل اب قدام عياله ودي الدعوة الوحيدة اللي بدعها لكم وربنا يكفينا ويكفيكم شر الحاقد والحاسد يا رب كده ويبعد عنكم ويبعد عني الناس الوحشة اللهم امين